أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتحقيق لاعبة المنتخب الوطني للدراجات الهوائية رزان محمد صبح الميدالية البروزية في صباق الفرد ضد الساعة للسيدات تحت 23 سنة ضمن البطولة الآسيوية للدراجات الهوائية مؤكدا سموه على مواصلة دعم كافة الرياضيين والعمل على تمكينهم لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز من موقع مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية جاء ذلك للاستقبال سموها اللاعب رزان صبح بحضور أحمد البعنين عضو مجلس إدارة الانتحاد البحريني للدراجات الهوائية والمدرب منير بن جريدا إذ هنأهم سموه بالإنجاز الذي اتحقق نتيجة للاجتهاد والعمل الدؤوب خلال الفترة التحضيرية قبل انطلاق البطولة ما أهل اللاعب للمنافسة على مراكز متقدمة في البطولة الآسيوية التي شهدت مشاركة نخبة من الدراجين متمنين سموه لللاعبة المزيد من التوفيق والنجاح في البطولات والمسابقات المقبلة ونوها سموه بجهود رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالاتحاد الذين عملوا على توفير أفضل الأجواء للدراجين مؤكدا سموه وهمية توفير كافة تسهيلات والخدمات أمام الاتحادات الرياضية بما يمكنهم من تطبيق أفضل البرامج التي تعمل على تطوير مهارات وقدرات الرياضيين البحرينيين من جهتها أعربت لاعبة المنتخب الوطني للدراجات الهوائية رزان محمد صبح عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نظير الدعم الكبير واللا محدود الذي يقدمه لكافة الرياضيين في مملكة البحرين والذي انعكس على حجم الإنجازات التي تحققت في مختلف الرياضات مؤكدة عزمها على مواصلة العمل بجد لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع راية البحرين في أهم وأبرز المحافل والتجمعات الرياضية